الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء فالدرس الجديد اللي هو الدرس السادس طبعا من مكون التاريخ المرجع هو الجديد الاجتماعي القسم الخامس إذن عنوان هو المغرب القديم مظاهر من الحضارة الأمازيغية الهدف هو أتعرف طبعا كتابة الأمازيغ وأصف نظام حكمهم وأدرس مظاهر من نمط عيشهم في العصر القديم ومهد تعلماتي اعتبرت الحضارة الأمازيغية أو اعتبرت الحضارة الأمازيغية إحدى الحضارات المتوسطية كانت لها مميزات والخاصة على مستوى نظام حكم ونمط العيش والكتابة فكيف كان نظام الحكم الأمازيغي وكيف كانت كتابة الأمازيغية وكيف أدرس نمط العيش والحياة اللومية لدى الأمازيغ هذا ما سنرى في هذا الدرس ذوكم دوب نشاط رقم واحد أنجز أنشطته هنا كان نظام الحكم في المغرب القديم في الفترة الأمازيغية انقسم إلى نوعين ممالك كبيرة كما هو الشأن في وليلي وممالك صغيرة كما كان عليه الحال في المدن الساحلية في المستعمارات القرطاجية مثل التنجيس وكانت تتمتع باستقلال ذاتي إذن سنرى النشاط الأول أصفوا نظام الحكم الأمازيغي أقرأوا النص والخطاطة كانت الدولة الوثيقة رقم واحد النص كانت الدولة في فترة الممالك الأمازيغية الكبيرة منظمة إذ يوجد على رأسها وبالوراة ملك مطلق السلطات كان قائدا أعلى للجيز وكان يفوض بعض سلطاته لبعض المقربين منه كما كان محاطا بمجلس من الأصدقاء والأقرباء وكان هذا المجلس يلعب دورا كبيرا في تسيير شؤون الدولة النص قرأوا أكثر من مرة ثم نرى الخطاطة خطاطة هيكلة الممالك الصغيرة عندنا في القاعدة رؤساء العائلات يعني قادة أسكريون قدات كهنة قبائل الأمازيغيات ثم أمغارا وهي شيخ قبائل مستشار وأقليل وهو طبعا نكبر الصورة وهو تسيير المالك يعني تسيير شؤون المملكة وقيادة الجيش إذن بعد التمعون جيدا في الخطاطة وقراءة النص قالوا أن أقارن بين نوعين نظام الحكم في الممالك الأمازيغي الكبيرة والصغيرة طبعا نظام الحكم في الممالك الأمازيغي الكبيرة نعم نظام حكم مطلق للمالك يعني سلطة مطلقة بينما نظام الحكم في الممالك الأمازيغي الصغيرة ليس هل جواب حكم ذاتي وإنما حكم تراتوبي أي التدرج في السلطة التدرج في السلطة حكم تراتوبي نعم ها هي أنا صحت هنا هنا حكم تراتوبي التدرج في السلطة سنرى السؤال الثاني أستخلص من الخطاط وضائف جهاز الأمازيغي الحاكم طبعا في هاد الجدول ثم أنقله طبعا هاد الجدول كي قل لنا عدنا الوظيفة دياله شيخ قبائل ووضائف ديالهم رؤساء العائلات والوضائف ديالهم الجواب درنا هنا بالنسبة لأجليد تسيير شؤون المملكة قيادة الجيش بالنسبة لشيوح القبائل طبعا هما مستشارون ورؤساء العائلات هما قادة منهم عسكريون وقودات وكهانة نشوف السؤال الموالي طبعا السؤال الموالي سيقول لنا هو أدرس مظاهرة من نمط عيش الأمازيغ من نمط عيش الأمازيغ في العصر القديم نعم نشوف الوثيقة اللولة كتعطيها النوالات هاو ما وثيقة رقم واحد ثم بعدها سكن الرحال طبعا ها سكن الرحال ثم الثالثة قرية صحراوية قرية صحراوية نشوف الوثيقة الربعة وهي كتقول لنا شيدة القورة الصحراوية الأولى القورة الصور اللي هو مفرد قصر من طرف العائلات الرحال التي قررت مدى الاستقاب فبعدما كانت تقيم داخل خيام متنقلة أقامت مباني صلبة لمواجهة تقلبات الجو ومقاومات اللصوص وهجمات طبعا الأعداء وأصبحت هذه القصور تقام فوق المرتفعات الصخرية والسعملات في بنائها التربة الطينية إذا من خلال الصورة اللي شنقبلها والنص سنجيب الأسئلة التالية طبعا الوثيقة واحد إذا رجعنا لها طبعا رهية نوالا ها هي رهية نوالا وثيقة رقم واحد عدنا طبعا نوع السكن ديالها يقرنا نوالا والمواد المستخدمة في انشاءها قصاب ونواتيبن الوثيقة رقم اثنان عدنا هنا ها هي سكن الرحال ها هو إذن ثم المواد المستخدمة سنجيب عليه والوثيقة الثلاثة وأربعة اللي تقول لنا هنا هذه القرية صحراوية قرية صحراوية سنجيب هنا عادنا الوثيقة رقم واحد نوالا طبعا wcześniej المواد المستخدمة في تكويني قصاب ونواتيبن ثم الوثيقة رقم اثنان لعدنا هي سكان الرحل طبعا المواد المستخدمة فيه طبعا تكون هي جلود المعيز ثم الخشب والوثيقة ثلاثة قريص حراوية طبعا تربة طينية اللي هي كان بناء متمسك إذن أستخدم التطور على مساكل الأمازيق هناك تطور كبير حيث تم الانتقال من مباني بسيطة إلى مباني صلبة عندنا السؤال تم في الوثيقة أفسر إقامة القصور الصحراوية فوق مرتفعات لماذا تم إنشاء القصور الصحراوية فوق مرتفعات طبعا للحماية من الفيضانات للحماية من الأعداء طبعا مشو الحالة اللباس طبعا اللباس لولا لباس أمازيغي طبعا دي المرأة ثم لباس أمازيغي للرجل وهنا الحلي الحلي نعم هنا أصفوا لباس المرأة والرجل الحلي من حيث الشكل والألوان ثم أستنتجوا من خلال تنوع الملابس والحلي الأمازيغية مستوى الحرف المرتبطة بها إذن نصفوا بالنسبة للمرأة عندنا لباس تقليدي وهو تعدد هناك الألوان يغطي الاسم كامل هناك طبعا القفطة الحيك والبلغة هنا لباس تقلي بالنسبة للرجل جيباب سيلهام عنده خينجر أو سيف وطبعا لون هنا أحادي اللون هنا ألوان متعددة بالنسبة للمرأة أما الحيلي سننكبر الصورة الحيلي من الفضاء بالأمازيغية تقولون نقرأ بالأمازيغية ألوان هادئة ورديبة نفذجية لجلال الصورة ثم ألوان فاقعة بحل الأصفر والبرتقالي وبعد هناك طبعا مسحوق وهو طبيعي الكوحل وغيره من خلال تنوع الملابس والحيلي الأمازيغية تبين أن هناك حرف تقليدية كانت مصورة الماء تمتاز بالإتقان وهناك الصناعة الحيلي هناك الخياطة التقليدية من خلال النص يقول لنا كان طعام الفلاحين الأمازيغ يتكون الحبوب الشاعير القمح بينما كان مرب الماشية لا يقبلون على ذبح بعد مواشيم إلا نذيلا وفي مقابل ذلك كانوا يفضلون شربة الحالي بالمعيث كما كان الحمو الطائد القص والحلزون والعسل جيد مرغوب فيه إذن هنا هنا صورة الكوسكس من الأطعمة الأمازيغية من خلال النص وهذه الصورة هذه استخلصوا طبعا ماذا؟ استخلصوا من النص والصورة أنواع الأطعمة الأمازيغية إذن أنواع الأطعمة هناك الكوسكس كما تشاهد الصورة ثم طعام الأمازيغية كان من الشاعيري والقمح وكانك اعتمد شرب الحالي بالمعيث لحم طاردة القنص وكذلك الحلزون والعسل إذن أحدث الأنشطة التي كان يمارسها الأمازيغ الحصولة التي تطمئها هذه الأطعمة عدنا أنواع الأنشطة التي كان يمارسها الأمازيغ طبعا للحصول على هذه الأطعمة ها هي عدنا طبعا الفلاحة لأننا بالشاعير القمح وتربية الماشية وكذلك القمص وطبعا التقاط الحلزون من المور هذا هو سنرى بعد طبعا تيفي نغل كتابة طبعا شو الكتابة ها هي شوفوا نوع الكتابة الحرف الأمازيغية من الكتابة هنا طبعا عن الشيء اللي هنا الصفح النشط الثالث أتعرف كتاب الأمازيغية المعهد الملكي المعهد الملكي للكتابة الأمازيغية ها هي للثقافة الأمازيغية ها هي مكتوب أمازيغية تكتوب اليسار بحال بحال لاتينية طبعا ها حرف تيفينيا أو الأبج العربية واللاتينية تلاحظوا هلنعض الحرف هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 31 32 33 إذن الأمازيغية فيها 33 حرفا وتكتب منها اليسار كانت اللغة الليبيا وهي أصل الأمازيغية الحالية لغة متداولة من قبل جميع الشعوب سواء في مورطانيا أو في باقي الشمال الإفريقي وهي ذات المظهر الهندسي السعملت في الحواضر كما في البوادي ومنها ينحدر حرف تيفيناء وتم طبعا سياغتها حديث لكتابة اللغة الأمازيغية ويظل أصل وطاريخ وظهورها مجهولا ألاحظ الصورة وأقرأ النص وأجيب أحدد أصل كتابة الأمازيغية وطاريخ ظهورها تبين من خلال النص أن أصل وطاريخ ظهورها مجهولا من خلال النص أحدد هنا أقارن بين حرف تيفيناء والحرف الأبجدية اللاتينية والعربية وأستنتج الفرق من حيث العدد والشكل وشكل طبعا الكتابة وأستخلص أهميتها بالحاضر وسنرى الإجابة هنا قلنا من خلال الوثيقة التي هي النص يظل أصل وطاريخ ظهورها مجهولا ظهور الكتابة الأمازيغية وقارن بين حروف الأمازيغ والحرف الأبجدية والعربية من حيث العدد عدد حروف تيفيناء ثلاثة الثلاثين بالنغلة العربية معروف عندها الثلاثين من حيث شكل الكتابة الحروف مستقلة غير مترابطة الحروف الأمازيغية هاتفين تكتب مستقلة غير مترابطة وتكتب ميلياسار بحال اللاتينية وطبعا حروف صغيرة ما لدينا حروف صغيرة مكيش الماجسكيل كناعير بغنقوله مينسكيل كلها مينسكيل يعني كلها صغيرة هنا النشاط تقويم والدعم على الرغم من وجود مجتمعات قبلية تحت إشراف إمغار في المغرب القديم فإن الجميع يخدعون طبعا لأكليد بسلطته المطلقة وعرفوا كل من أكليد وإمغار مبين المهام كل منهما إذن تعريف ديال أكليد أعلى سلطة يمارس حكمه والمالك على القبائل يساعد في ذلك مجلس ممثل من الشيوخي ماذا القبائل وطبعا لأكليد صلاحيات عليا تخص قيادة الجيش إشهار الحار اختيار الصفراء وطبعا الدرائب بالنسبة لتعريف إمغار أعلى سلطة محلية تختاره أجماعة أي ممثل القبائل ويمارس صالحية البد في المنازع منازعات بين طبعا السكان هذه بعض الفنون الأمازيغية عدنا في سؤال سؤالي أقول لنا مثلا بحث عن بعض الفنون عدنا نتلاحظ بعض الصناعات ثم عدنا هنا هذا الفن هذا الأمازيغ وهو وإنسان يقلف يبحث في جوجل على هذه الأنجية هذه ترجمة نانسي قنقر